اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست لسان جمعليز نحضر نتكلم على ازاي اللغة ممكن تأثر على الشخصية معاكم كوتش محمد جمعة يلا نبدأ موضوع ان اللغة بتأثر على الشخصية ده بقى مسبت عن طريق درسات كتيرة جدا وفيديوهات كتيرة جدا وعلماء كتير جدا ازاي اللغة ممكن تأثر على الشخصية وهل كل اللغة بتأثر على الشخصية بطريقة ما ولا مجرد بس ان انت تتعلم لغة تانية ده بيأثر على شخصيتك تعال كده نشوف الدنيا ماشية ازاي بالنسبة للانجليزي هو ده اكثر اللغات انتشارا في العالم حوالي واحد ونصف مليار شخص بيتكلم انجليزي وده طبعا بيخليها لغة التواصل الدولية فتخيل ان انت حاجة في الشخصية بتاعتك انت راجل قادر تتواصل مع اي واحد حول القرى الارضية قادر تقرأ اي مقال تعرف اي خبر تفهم اي حاجة جلوبلي عالميا شخصيتك هتبقى فيها تفتح هتبقى open شوية للافكار الجديدة انت راجل مش محدود على قريتك او مدينتك او بلدك انت مش محدد انت الكون كله في ايدك لانك بتتكلم اللغة اللي الكون كله بيتكلمها حاليا في مجال التعليم تسعين في المية تسعين في المية من محتوى المحتوى التعليمي على الانترنت باللغة الانجليزية تسعين في المية انت متخيل انت قدامك كنوز مجانية قد اي بالانجلش انت محروم منها بسبب ان انت متعلمتش انجلش خمسة وسبعين في المية من المعلومات اللي موجودة في العالم واللي بيتم تولدها سنويا في العالم او اكتشافها سنويا في العالم بالتي بيتم اكتشافها وطرحها باللغة الانجليزية خمسة وسبعين في المية معظم الشركات العالمية سبعين في المية من الوظائف اللي فيها سبعين في المية من الوظائف اللي في الشركات العالمية عايزين مهارات انجليزية جمدة يعني شوف اللغة هتوديك فين اللغة الحلوة اللغة الصحة اللغة القوية طيب إزاي ممكن تأثر على شخصيتك بقى أكيد بعد اللي قلته ده كده كده هتأثر ولكن خلانا تعالى نبص على طريقة التفكير بيقولك إن في دراسات في دراسات أثبتت إن اللي بيتكلم لغتين أو أكتر بيكون أفضل في حال المشكلة دماغه فيها مسارات عصبية فعالة وشغالة أكتر من المحدود بلغته الأم قادر يكريت حاجات كرياتف قادر يطلع بره صندوق قادر يكون ريلاكس أكتر لأنه بقى فاهم الدنيا أكتر في دراسة عملت في جامعة إلينوي لقات إن الأشخاص الثنائي اللغة اللي بيتكلموا لغتين بيبقوا أسرع في اتخاذ القرارات بنسبة 30% 30% ودي نسبة كبيرة جدا لو هنتيجي الموضوع زي اتخاذ القرارات أسرع في اتخاذ القرارات ونسبة 30% من الناس دي كانت قادرة تحل المشكلات بطريقة أسرع جدا طيب تعالي بقى نروح كل دي معلومات حلوة وتمام تعالي بقى نشوف الألماني يعني اللغة الألمانية واللغة الفرنسية تعالي نتكلم كي يعني كده قولنا الإنجليش اللغة الألمانية لو أنت من الناس اللي نفسها تروح أوروبا 90 مليون ناطق بالألمانية في أوروبا من اللغات الأكثر تحدثا في أوروبا 90 مليون ناطق بها ألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا أنت عارف كويس أول أنت لو معاك ألمانيا دلوقت تقدر تسافر ألمانيا من غير قيود ولا شروط تقدر تتعلم هناك من غير تكاليف أنت متخيل ده كمان في دراسة من تقرير وظائف المستقبل أكدت أن 40% من الشركات في ألمانيا بتدور على موظفين بيكلموا ألمانية ما هو أنت مش هتجيب موظف مش زي الدول التانية الألمانيا صعب ولغة التواصل هناك الألمانيا ثقافة يا جماعة الألمانيا ثقافة لما بتدرسها بتعرف أن الشعب الألماني شعب صلب شعب خشن شوي جدي شوي بيحترم كل حاجة خاصة بالprofessional stuff يعني طيب ده بالنسبة للألماني بالنسبة للغة الفرنسية دي برضو واحدة من أكثر لغات انتشارا بيتكلم بها 300 مليون شخص حول العالم 300 مليون في دراسة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قالت إن اللغة الفرنسية بيتزود من فرص العمل في مجالات السياحة والثقافة بالنسبة 20% يعني دايما اللغة الفرنسية مرتبطة بالculture بالثقافة مجالات الثقافة والقراءة والأدب وخلافه والسياحة زي الصفر والحاجات دي أنت طبعا باريس وخلافه السياحة وثقافة لو أنت بيتميل للمجالات العمل اللي فيها طرف فيه أكتر اتعلم فرنساوي اللغة أصلا شيك وجميلة ماشية في نفس الاتجاه اللي أنت رايح فيه في حياتك يعني طيب خلاني نتكلم بشكل أعمق كده شوية وكل واحد فيك ويقول لي إيه هي كل التجارب بتاعتهم على اللغات جديدة يعني أنت حاولت تعلم لغة جديدة إيه تجربتك تكلمنا عن تجربتك في دي الناس دايما نتكلم عن تجربتك أوقات كتير قوي بذاكر حاجات أخذ كورسس معينة في علم النفس أو الفلسفة أو أي حاجة الموضوع هو بتشرح مابقاش فهمه بنسبة 50% بمجرد ما تكلم فيه مع حد أبتدأ جمع الأفكار ولم شتات نفسي كده لقى نفسي فهمته 100% الموضوع ده مهم جدا وشائك طيب بالنسبة للتجارب أنا الشخصية مع اللغات أنا اتعلمت ألماني وفرنساوي مع بعض بالتوازي بس كنت سابق شوية في الألماني الموضوع كان ممتع جدا خاصة بعد ما كانت اللغة الإنجليزية عندي قوية يعني كان قوية كنت في السهات حاجة متقدمة كنت شغال بيها فكان الموضوع زي تطور طبيعي لدماغي تطور ده طبيعي لحاجة كنت بذكرها وده المستوى الأدفانست منها فما حسيتش بقى صعوبة عشان كده لو هطلع بنصيحة اللي دايما بقولها اتعلم ألماني بعد إنجليزي والفرنساوي كده كده هاتو في المص يعني اللغة تفهة جبها في ست الشهور مش بشكلة يعني مش بقولي مية تفهة المنافع بتاعتها والله هي متفهة لكن هي سهلة فعلا طيب كل اللي أنا قلته ده هل اللغة بتأثر على الشخصية تفتكر إيه؟ جاوبني إنت بقى بص اللغة جزء من كيننتك جزء من كيننتك جزء من كونك إنسان بصفات معينة فهي فعلا إن اللغة بتدي طابع لشخصيتك في دراسة في جامعة كامبريتش قالت إن الأشخاص ثنائي اللغة بيبقى عندهم انفتاح وتقبل ثقافي أكتر انفتاح وتقبل ثقافي أكتر الفكرة اللي أنا اتكلمت عنها أنت فاهم العالم بشكل جلوبلي يعني فاهم النيو ايديز اوبن لكل حاجة جديدة ولكل فكرة ولكل عندك رغبة في التعلم المزيد في نهاية بقى نقدر نقول إن تعلم اللغات مش بس مجرد إنك بتكتسب مهارة جديدة لكن هو كمان فتح أفاق أفاق جديدة لحياتنا إنجليزي ألماني فرنساوي كل واحدة من دول لها سحرها وفوائدها لو تعلمت معاها لو تعاملت معاها من منطلق الرفاهية من منطلق إن أنت واحد بتتعلم لانجوش مش عشان شغل مش عشان صفر مش عشان غرض أنت بتعلم لانجوش كنوع من الاستمتاع برحلتك كنوع من القدرة على التعبير بأكثر من طريقة وأخذ بالك شكراً لكم على الاستماع الجيد واللي أتمنى يكون كان جيد وأتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة لحد الحلقة الجاية إن شاء الله من لسان جوم عليز خليكوا دايماً فضليين تعلموا أكثر بي اوبن بي اكتف واشوفك على خير البودكاست الجاي إن شاء الله بالتوفيق شكراً لكم شكراً لكم